معك يا كابتلنا أيمن طبعا في القناة الخاصة والحصرية لقناة النادي الأهل لقناة رقم واحد في الشرق الأوسط معي نجمع حسين الشحات حسيني اليوم مبروك حراز هدف النهاردة جوانك عالمية ما شاء الله هو ده حسين الشحات وأسستات وما شاء الله هو ده حسين الشحات أنا عارف أنت مضغوط وناس بتنتقدك كتير على سوشال ميديا وأنا مستغرب لحد دلوقتي ولكن حسيني بيجيب جوان معحد نشار في جاب أغير حسيني الشحات بسم الله الرحمن الرحيم أولا الحمد لله طبعا المكسب دي أم حاجة بالنسبالي والله أنا قلتا وأفضل أقولها الأهم أن تساعد في رؤيتك حتى لو أنت مش موفق أنت تبزم المجهود أنت تساعد في رؤيتك أهم حاجة لإنت تكسب دي أهم حاجة بالنسبالي مش فري مع проект سواء أجيب جون أو مثلاان حاجة الأهم حاجة مصلحة الفيرقى دي لأنا أجيب دي أهم حاجة بالنسبالي الحمد لله. بس هي قول كده كده يجب التوفيق من ربنا يعني. الحمد لله. لأن لو ربنا ريد لنا أجيب هاترك كل ما مش هجيب. لو ريد لنا أجيب جون هجيب. مش ريد لنا أجيب. خلاص مش هجيب. حمد لله. ربنا كرمي النهاردة بقى استسروا ما كتش اتحسف. بس عالي نادع عليا فقلت اقع بعشان ايه. وما جاتش ضرب الجزاء. بس فالحمد لله يعني. والحمد لله طبعا على كرم ربنا على الهدف. الحمد لله يعني. في وقيد كويس بن زبالي. فالحمد لله. بتزعى من النقد القوي قوي؟ والله بس. انت متابع كويس بتشوه. والله يعني. اكش ما كذبش عليك. والله مش متابع والله كويس. والله يعني. الناس يعني. في ناس كتير بتقولي اللي أنا متابع ميديا كتير وبتها يعني. الناس قريبين مني بتقول لي والله أنا. أنا ما بفتحش ميديا خاص. أنا افتحش ميديا. أنا في صفحات كتير والله باسمي. مش أنا. أنا مش أنا بس هي دي اللي أنا أقصدها حتى النهار دي قبل الماشي كمان كنت موضح حاجة زي كده كمان على الميديا كان في صفحة باسمي وأنا قلت يا جماعة دي مش بتاعتي لأن الشيك اللي ده برضو عمل لي مشايكل بس فهي دي النقطة أنا والله مش مركز في الميديا زي ما الناس بتقول أنا مركز مع فريقي أنا مأثر مع نفسي في حاجات كتير يمكن أنا مأثر في حاجات كتير السنة بحاول أصلح ده كله فإن شاء الله اللي جاي أحسن وزي ما قلت أنا بحاول أساعد فرعتي وإن شاء الله قدر أساعدهم ونقدر نعمل حاجة كمان في الموتشات الجاية قبل كاس العالم إن شاء الله بنفوز النهاردة على فريق كبير فريق الانتاج الحرب بأربعة دفع مقابل لشيء ونفضل على الصدارة والنادي الألم عودنا طول ما هو على الصدار ما بينزلش وربنا أكملها يا ربا بإذن الله عشان أنا أتطوج اللقب الدوري دنيا ماشية كويس كاس العالم مو أنت شركت قبل كده في كاس العالم مع الفريق الإماراتي وعملت بطولة والأروع والأجمل خلت مصر كلها تتكلم إن فيه سوبرستار بيلعب في الإمارات هو أحسن الشحات رحيم بقى نلعب في كاس العالم تاني في قاتل ونت رائح تاني مشاركة معك مع النادي الأهل شايف مع ومع نادي القارد مش أي نادي كمان شايف المشاركة زي وأحلامك وتمحطك مع كاس العالم خصوصا إن جماري نادي الأهلي مش عاوز تمثيل بس وخلاص ده عاوز البطولة طبعا طبعا أنا يعني والله أنا مبسوط إن أنا هلعب كاس العالم تاني وإن شاء الله ربنا يكرم بس ما تجيش إصابات ولا ويفعد عندنا الكورونا دي أما حاجة إن شاء الله كلنا مش أنا بس إن شاء الله وأقدر زي ما بقول أساعد فريقي وساعد نادي الأهلي وإحنا نبسط الجمهور اللي دايما وراهنا واللي دايما عايزنا دايما أحسن ناس فإن شاء الله أتمنى طبعا أعمل حاجة كويسة زي ما عملت مع نادي العين إن أنا أوصل للفينئل إن شاء الله إن إحنا ربنا يكرمنا وإن قدر ناخد البطولة فمش بعيدة عن نادي الأهلي نادي الأهلي دايما في أي بطولة بيشترك فيها دايما بيلعب عليها فدي حاجة كبيرة جدا وإن شاء الله أتمنى زي ما يقول لك ل أنا أعمل حاجة أنا وزمغيلي إن شاء الله في كاس العالم بإذن الله دي أهم حاجة إن شاء الله هل تقول كلمة الجمهور الألي أو لماذا؟ عادي ما لا طبعا والله النادي الألي طبعا يعني هو دايما هو السند دايما للعيب هو دايما اللي بيقوم اللعيب هو دايما اللي وراء اللعيب هو دايما فعلا اللي هو بيخلي اللعيب يطلع كل ما عنده بقول لهم إن شاء الله ننتظروا اللي جاي أحسن سواء مش مننا أنا واللعيبة كلها إن شاء الله بقول لكم أحسين يعني ما قدمش مستوى 100% وأنا زي ما أنا قلت قبل كده قلت تاني مش كس برضو اللي أنا جبت جونه أنا برضو لسه مش راضي على نفسي ودي حاجة أنا مقتنع بيها دايما بقولها أنا ما عملتش حاجة لسه لسه عندي كتير إن شاء الله أقدر أقدمه لنادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي وإن شاء الله بقول لهم اللي جاي أحسن وإن شاء الله أنتظروا حسين أكتر من كده إن شاء الله حبيب الله يبارك فيك حبيب مبرك عن كله